اهلا بكم من جديد فتح مجلس المناقصات والمزايدات 123 عطاء ل18 مناقصة مطروحة من قبل 7 جهات حكومية من بينها مناقصة لبنك الاسكان تقدم لها 23 عطاء بشأن تعيين مقاول لانشاء مجمع تجاري في منطقة البسيتين البسيتين بلازا كما تم فتح ثلاث مناقصات لوزارة الصحة الأولى بشأن توفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة للوزارة وتم استلام 11 عطاء لهذه المناقصة وكانت الثانية للتزويد بالمواد الجراحية اللازمة لغسيل الكلة حيث تم استلام 5 عطاء لهذه المناقصة أما المناقصة الثالثة بشأن تزويد أجهزة الحاسب الآلي البنية التحتية للشبكة في مركز غسيل الكلة بمنطقة الرفاع وتم استلام عطاء واحد كما اجتملت عملية الفتح مناقصات لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني شؤون الأشغال الأولى كانت بشأن تزويد الوزارة ب 12 سائق مركبة خفيفة وتم استلام 8 عطاءات وكانت المناقصة الثانية بشأن تنظيف شبكات المجاري ومصارف المياه حيث تم استلام 17 عطاء لهذه المناقصة أما الثالثة والأخيرة للتزود بخطوط الاتصالات لنظام اسكادة حيث تم استلام 5 عطاء لهذه المناقصة بلغ المتوسط اليومي للتداولات الإسبوعية لبرصة البحرين مليون واربعة وسبعين الفا وتسعمائة وستين دينارا بحرينيا في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة ثلاثة ملايين وثمانمائة وستة ألاف ومائتين وثلاثة وتسعين السهم ووحدة أما متوسط عدد الصفقات فقد بلغ خمسة وستين صفقة باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي بلغت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في برصة البحرين خلال هذا الأسبوع 11 مليون واربعمائة وثمانية عشر الفا وثمانمائة وثمانية وسبعين سهما ووحدة بقيمة اجمالية قدرها ثلاثة ملايين ومائتين واربعة وعشرون الفا وثمانمائة وثمانون دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال مائة واربع وتسعين صفقة تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 21 شركة ارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في حين انخفضت أسعار أسهم خمس أخرى واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات وعلى مستوى الشركات جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة وجاءت في المركز الثاني مجموعة جي اف اتش المالية والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحراني مقابل العملات الخليجية والعالمية أعلن البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية أن مصر هي أكبر دولة لعملياته للعام الثالث على التوالي حيث وصل حجم استثماراته في مصر خلال عام 2019 إلى أكثر من مليار يورو ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط بياناً لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية أشارت فيه إلى اهتمام البنك بالفرص الاستثمارية في مصر خلال المرحلة المقبلة مع الاستمرار في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح للحكومة المصرية وخاصة في قطاع البنية الأساسية وعوضح البيان أنه خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت استثماراته في مصر نحو 3.5 مليار يورو في أكثر من 80 مشروعاً في جميع قطاعات الاقتصاد مع التركيز بشكل خاص على البنية الأساسية والطاقة والبنوك يذكر أن حجم استثمارات البنك الأوروبي في مصر وصلت إلى نحو 5.3 مليار يورو في 99 مشروعاً وتمثل استثمارات البنك في مصر أكثر من 50% من استثماراته في إفريقيا قامت وكالة ستاندر أند بورز للتصنيف الاعتماني بتخفيض تصنيفها طويل الأجل لبنك عودة وبلوم وبنك مد من CCC إلى درجة SD أو الذي يطلق عليه Selective Default أي يعني التعثر الانتقائي كما قامت الوكالة بتخفيض التصنيف الاعتماني قصير الأجل لكل من بنك عودة وبنك مد من SD إلى C وأشارت ستاندر أند بورز إلى أن تعديل تصنيفها لهذه البنوك يأتي بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مصرف لبنان من بينها الطلب من البنوك دفع نصف قيمة الفوائد على الدولار بالليرة اللبنانية ومن جهة أخرى وافق مجلسة إدارة بنك بلوم وبنك بيبلوس على زيادة رأس ماليهما بما يمثل 10% من حقوق حملة الأسهم العادية في وقت رفع بنك بيبلوس رأس ماله ب135 مليون دولار من خلال إصدار مقدمات نقدية قابلة للتحويل إلى أسهم وكان مصرف لبنان قد طلب من البنوك اللبنانية زيادة رأس مالها بما يصل إلى 20% بنهاية يونيو 2020 النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل على غير المعتاد من المتوقع أن تتفوق إيرباس على بوينغ في الطلبيات هذا العام بعد أن جمدت بوينغ 737 إنتاجها قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن أن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقهم التجاري المسمى بالمرحلة واحد بداية يناير مضيفا أنه تم الانتهاء منه تماما ويخضع فقط لتنقيح فني وكانت وكالة فيتش للتصنيف الاعتماني قد قالت أن اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين هدأ توترات التجارة لكن خطر التصعيد مجددا قائم وقالت وكالة التصنيف أنها الآن تتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بما يقرب من 6% في 2020 مقارنة مع توقعها السابق عند 5.7% وذلك بعد اتفاق التجارة الأولي وهدأت الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي حدد خلافهم التجاري بالأعلان عن اتفاق تجارة أولي خفض بعض الرسوم الجمهوركية الأمريكية على بضائع صينية في مقابل مشتريات صينية لمنتجات زراعية أمريكية وسلعا أخرى إلى ذلك كشفت الصين عن قائمة جديدة تضم 6 سلع كيموية ونفطية أمريكية ستعفى من الرسوم الجمهوركية وذلك بعد أيام من أعلان أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق التجارة الأولي وذكرت وزارة المالية أن الأعفاء سيطبق لمدة عام واحد اعتبارا من الـ 26 من ديسمبر دون ذكر قيمة الواردات المعفى من الرسوم وأضافت أنه لن يجري رد الرسوم التي فرضت بالفعل على منتجات أمريكية وسيطبق الأعفاء من الرسوم على أربعة منتجات كيموية ومنتجين نفطيين مكررين وأعلنت الصين كذلك أنها ستواصل العمل على أعفاء المنتجات من الرسوم الجمهوركية وستعلن الدفعة الثانية من الأعفاء في الوقت المناسب سجل إجمالي الدين العالمي مستويات مرتفعة جديدة بنهاية عام 2018 ويناقش تقرير نشرته مدونة صندوق النقد الدولي لنائبة رئيس قسم الشؤون المالية بالصندوق مريالوز مورينو باديا وكبير الاقتصاديين باولو دودين الآثار الخفية الكامنة وراءة الكزيادة في الدين العالمي ووصل إجمال الدين العالمي إلى مستوى 188 تريليون دولار بنهاية عام 2018 وهو مستوى أعلى بنحو 3 تريليونات دولار عند المقارنة مع عام 2017 وبلغ المتوسط العالمي لنسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي يتم رصدها من خلال الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة 266% في عام 2018 بزيادة 1.5% عن مستويات العام السابق له والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية كشفت إيرباس أنها بصدد تسجيل زيادة المحلي الإجمالية في دفتر طلبياتها هذا العام لا تقل عن 20% مقارنة مع عام 2018 ليتجاوز عدد الطلبيات الألف طلبية ومن المتوقع أن تتفوق إيرباس على بوينغ في الطلبيات وعلى غير المعتاد في التسليمات أيضا هذا العام مع استمرار وقف تشغيل الطائرة بوينغ 737 التي جمدت الشركة إنتاجها حديثا وأفضى إطلاق النسخة الجديدة طويلة المدى من طراز إيرباس الرئيسي متوسط المدى إلى A321 حصيلة أكبر من المتوقع لصانع الطائرات الأوروبي وتواجه بوينغ وشركات الطيران العالمية معضلتين في الوقت الحالي استبدال الطلبيات الكبير بالإضافة إلى إيجاد حل للطائرات المسلمة والمعلقة عن الطيران منذ مرس الماضي والتي وصل عددها إلى الآن 387 طائرة اشتركوا في القناة